أشكالهم حلوة ويطلعوا كده في السينما وبرضو بيكون عندهم صعوبة في الموضوع ده وفي نفس الوقت إحنا في السعيد مفيش مكاتب كاسفنج خالص فبالتالي الفنان بيروح أو الشاب بيروح للقاهرة وبيحمر المواصلات وتكلفة وسعب عليه ومش بيعرف أصلاً يوصل للفرصة اللي نسجل فعشان كده فكرنا في فكرة سينما برشا سينما برشا هي أول منصة بتكون رابط بيه المبين الفنانين في السعيد وفي نفس الوقت بين المنتجين والمخرجين اللي في قهرة عملنا المشكلة آه تماما فهي بتلمس برض طبعاً على الأماكن في كتير جوي من المخرجين المنتجين بيدوروا على الأماكن حيوية طبيعية مش دي قروة فبالتالي الصعيد مليان أماكن حلوة ومليان مواهب حلوة ومليان أشكال حاجات ينفع في الصعيد تتلمع وغير كده الصعيد غير اللي في السينما خالص فمحتاجين أن الصعيد يباندوا صورة الحجاجية صوراً الحالوة لتتحرك يلاجوا مكانهم وميحسوشوا أن هما مهمشين أصلاً وأن هما يستاهلوا أن هما يكونوا فلانين فعلي مكانهم شركاناً نحتماليين الأنشاطة بتاعتنا سابقة كان الريش وهو كان فكان ورفعت عيني للسماء وهيتشافه النهاردة إن شاء الله وفيه برضو في المعمل ترباحها برضو في مهرجان الجولة في الأفلام ونرى ما برجى يا حبيبي عردها يا ماما ومع السلامتاني ومع السلامة ونرى ما برجى يا حبيبي عردها يا ماما اشتركوا في القناة